السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلاب وطلبات الصف الثالث الاعدادي ومع درس جديد من دولوس الدغال الانجليزية والنهاردة الجزء التاني من يونت سري فستفلز ان سبيشال دايز النهاردة هنشرح وتعال نبدأ عندنا كالعادة بالفكابري هنقل بعضنا يا شباب chinese new year decorate decorate lantern relatives relatives midnight midday fireworks congratulations 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 braid braid dress up in dress up in colorful costumes costumes huge breeze preserve نكمل كلمات الاضافية ايد الفطر thanksgiving day ايد الشكر داي شباب عيد عند الاوروبيين غالبا رمضان canada canada american football art competition crafts neighbor new year's day join traditions traditional traditionally traditionally contain events bright seasons fresh air spring air boiled eggs dry فسيخ salted fish buried electricity 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 فصرفات الافعال leave left left sweep swept 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 mean mint mint smell تنفع منتظم تنفع غير منتظم تنفع smelled تنفع smelled تنفع smelled كلمات وعكسها noisy عكسها quite quite good for bad for good add bad add huge نصيحة مني قبل نبدأ في حرف الجر لازم على الاقل نكتب كل كلمة مرة او اتنين او تلاتة عشان اه تفضل ثابتة في زهنين حرف الجر مهمة جدا يا شباب مع حرف الجر ايه برضو حرف الجر بتاعها with قبل الايام حرف الجر on زي on the first day وكلمة last for يستمر لمدة كزا important for مهم الكزا ولو جاء بعدها important to بعدها مصدر prepare for يجهز او يعد first of all اولا لما ابدأ حواري وهبدأ احكي خطوات معينة لشيء حصل بابدأ ولو عندنا first of all on the night ولو ما فيه ذاهبه at night end with thankful come from come from far away on new year's day on new year's day in about two thousand seven hundred بي سي اي يعني before christ era يعني قبل ميلاد المسيح او عصر ميلاد المسيح عليه السلام go out in bright colors in bright colors dry with you جفف بي سول طبعا ملح date back to تاريخه يعود الى كزا go on go on لوحدها كده تنفع معانا هي يستمر لكن go on break يعني يذهب في ايه في موكب موكب ده يا شباب ممكن يكون موكب احتفالي زي مسلا الجماعة في الصينيين اليابانين كده بعملوا ساعة اعيادهم واحتفالاتهم مواكب كبيرة جدا والازبان برضو كده مواكب كبيرة جدا ملوس فيها ازياء معينة دي اسمها ايه بريد بريد نروح على language expressions keep warm keep warm keep warm يعني يحتفظ بدفق ويبقى دفقا say congratulations to or say happy new year to visit the country visit the country كلمة country لوحدها الدولة the country الريف smell the breeze make breakfast children's sport competition competition يعني مسابقة او منافسة a today festival يعني مهرجان يستمر لمدة يومين طبعا هنا عشان في داش او شرط كده دي صفة يا شباب قبلها كلمة a فدي مفرد من فحش نروح على حاجة مهمة جدا اللي هو language notes اللي غاليها بيجي في اخر السنة في الامتحان بتبقى في او في نبدأ عندنا number one كلمة start لو جيه بعديها فعل مباشرة يبقى ايه ايه اما لو جيه اول حرف لكي بعدها ايه اه او ان معناها بعدها ايه مصدر يعني هنا طبعا مفيش عندنا حرف جر طوب حط ايه 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 احنا بنبدأ الاعداد للمهرجان قبل ان يبدأ باسبوع هنا عشان في حرف جر طوب تحط كلمة ايه ريد عشان في الاختيارات لازم نشوف الكلام اللي بعد start لو مفيش عندنا طوب يبقى ايه 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 في كلمة ايه او ووووث او ان ما كلمة the shopping معاها دو او وووو دت او دان ويجوالي got shopping on fresh day we usually do the shopping on fridays وكونجراتوليت وكونجراتوليشنز. بعدها حرف جر دايما اون. كونجراتوليت اون. كونجراتوليت تو. وبرضو ايه هتلاقي اون. زي كده عندنا. ويه كونجراتوليت سامة. ويصدق كونجراتوليشن. لمين? تزياد على ايه? اون برضو. هز ايه ساكسس. فلما تيجي تبارك لحد على شيء قبل المناسبة اللي انت بتبارك له عليها حرف جر ايه اون. اما قبل الشخص اللي انت بتقول له مبروك. ها? يبقى كده. على هنا. لازم نبص على النقطة طرق طول اللي بعد هل في حرف جر? لأ. طب في اين جي اخترت لأ? يبقى عندنا هنا ها? هنحط من عندنا لان ما فيش لوحدة. طبعا هنا كلمة فيها ذا فيها يا شباب ذا. يبقى نحط عندنا دودا شوبينج. ايوة على نجاحه يبقى عندنا اون. النهاردة بتتكلم على اه رأس السنة والاحتفال مبداية السنة في الصين. هل الصينيين زينا بيحتفلوا برأس السنة زي المصريين كده او زي الدول التانية? تعال عندنا نشوف. زي ما انت شايف اه قدامنا اه باراجراف او قطعة مكتوبة عن الاحتفال برأس السنة الصينية. تعال نشوف مختلفة ولا لا. لي ماي نيمز لي. ايام فروم تشاينا. بيتكلمنا بنت الصينية اسمها لي. تعرفنا نفسها. تقول لنا المهرجان والعيد المفضل عندها هو رأس السنة. بيستمر حوالي تمن سنين الاحتفال. تمن ايام الاحتفال بهذا اليوم. يعني بيحتفل برأس السنة عندهم من الليلة رأس السنة لمدة تمن ايه ايام. هذا الاحتفال مهم جدا للصينية. وبيبدأوا يحضروا لهز الاحتفال قبل ليلة رأس السنة باسبوع. وهنا بقى عندنا ايه زي نرتب الاحداث. نستخدم هزي الالفاظ اللي هي اللي ايه ايه اسود خالص ديت. نظف المنازل. زي مصر بالزرط. عندنا في الاعياد ده ما نتلاقي امهاتنا طيبة. تطلب مننا ايه نظف البيت والشابيك والبواب والارضيات وهكذا. بعد كده بنزين المنازل فوانيس مصنوعة من الورق الاحمر. طبعا الصينيين ومعظم دول الاسيوية عندها اللون الاحمر اللي هو المفضل. معظم الناس بتنزل بعد كده بعد ما تزين المنازل نظف المنازل يشتروا ملابس جيدة اللونها برضو معظمها احمر. زريز اوويز سبيشال ميل. on the night before new year's day. غالبا في الليلة رأس السنة بيتناولوا وجبة مميزة وجبة خاصة عند الشعب ايه الصين. يعني اقارب. اقارب بيأتوا من كل انحاء البلاد لزيارة عائلتهم. زي مصر بالزبط عندنا في الاعياد غاليا معظمنا بيسافر لبلده الاصلية او قريطه الاصلية يزور اهلو فيها يعني عايد معها. عندهم طعام مميز وخاص في هذا اليوم. لكن معظم السمك او الواجبات هي السمك يعني. العشة بيتعشروا مع بعض في المنزل. مش بيخرجوا ويتعشروا في مطاعم برة. بعد العشة. الاباء بيدوا الاولاد العادية بتاعتهم زي عندنا في مصر كده لكن بيحطوا فين في ظرف لونه احمر. يعني مظروف لونه احمر. في منتصف الليل. there are fireworks. ايحصل عندنا ايه? العاب نارية. and the sky is filled with. تمتلق السماء with color and noise. بالضوضاء وبالالوان اه احتفالية كبيرة يعني. the next morning الصباح الباكر تاني يوم الصبح. on the first day of the new year. في اول يوم جديد في السنة الجديدة. we wear our new clothes. نلبس اللي لابسنا الجديدة. and they say congratulations to our friends and neighbors. وانهني اقاربنا وانهني جراننا اصدقائنا. traditionally وتقليديا. young people visit older people to say happy new year to them. الشباب الصغيرين عندهم تقليد في الصين. لهم يزوروا كبار السن في بيوتهم. ويلولهم سنة سعيد. at midday في منتصف اليوم. اللي هو اول يوم في رقص السنة. there are braids. braids يعني. اه? مواكب. where people dress up in colorful costumes. حيث يرتدي الناس ازياء لونها مبهج. ملون قوي يعني. some people wear huge line costumes too. في بعض الناس بيرتدوق زي اللي هو ايه? اه خاص بشكل الاسد. كده ويشوف الشوارع في احتفالا بيه? برقص السنة. تدريب على او لسه سوريا هنكمل لسه آآ نقارن بقى عندنا احتفالية في مصر هنا شم النسيم. هل في دول تانية عندها شم النسيم? ولا احنا بس في مصر اللي محتفل بليوم ده. تعالي نشوف. شم النسيم معناه شم النسيم. ويتم الاحتفال به في مصر كل يوم اتنين او يوم اتنين يعني في شهر ابريل او شهر ايه? مايو. على حسب الشهور القبطي. هذا الاحتفال بدأ في مصر سنة 2700 قبل الميلاد. قبل المصريين السم العام بتاعهم ثلاث مواسم فقط. ان شم النسيم كان يقام احتفالا ببداية الربيع. معلومة مهمة مفيش حد عنده تاني في العالم كله عيد اسمه شم النسيم غير في مصر. نهاردة شم النسيم عبارة عن اجازة وكل العائلات بتاخله بتستمتع بالهواء ايه? النقي. بيقول ان الهواء في الربيع جيد جدا لصحتنا. الناس غالبا بتعمل نزهات فيها اكل وشرب في الريف في الحضائق وعلى دفاعه في نهر ايه? اني. تشوف عندنا تدريبات على معاني الكلمات اللي درسناها في listen three and four. children like to wear colorful ان ازياء في مناسبة خاصة اسمها ايه? costumes. on the beach you can feel a blowing from the sea. اللي على الشاطئ بقى فيه هوا بيهوب بعنا اسمه ايه النسيم? breeze. salt is often used. الملح غالبا يستخدم. fish and other food. ليه? حفظ حفظ يعني? preserve. in the past our grandparent used to wear clothes. في الماضي اجدادنا كنا ندبسوا الازياء التقليدية بتاعتنا. اللي عندنا traditional. اما كلمة فاشنبل اللي هي ايه هنا يا شباب معناها علموضة حديث يعني. ومودرن برضو يعني عصري. recent يعني حديث. when we for for شام النسيم we try to use natural colors for from plants. لما بنجي نزين البيض في شام النسيم غالبا بنحاول نختار الوان طبيعية من نباتات. فدي عندنا يزين يعني. فسيخ. السمك اللي بيتم تكفيفه وتمليحه بالملح. اسمه الفسيخ. قلنا يعني يجفف بايه? عندنا كي حرف الجر? with. we preserve something to make it for a long time. بنحفظ الطعام الليه? عشان يستمر معنا فترة كبيرة فالصحة عندنا. to uh? to make it last. يعني يستمر ويدوم. for a long time. on عيد الفطر day we visit our بنزول مين? طبعا عيدنا. relatives. to say عيد مبارك. in china there is always mail on the night before new year's day. في وقبة خاصة. اسمها ايه خاصة? special. in braids. in a? braids. braids يعني? المواكب. people like to up in colorful full customs. الناس بتحب ترتدي ملابس ملونة مبهجة. يبقى عندنا صح? dress. i like to eat x for breakfast. ها? يبقى عندنا بناكل بيت مسلوق على الفطار. كلمة مسلوق هنا غالبا تستخدم تصريف التالت قصفة. يبقى صحة عندنا كلمة. the food which is eaten at shaman nisim is fisich. traditionally تقليديا. ده شيء تقليدي موجود في مصر. اللي بنكله في شام سيم هو الفيسيخ والرنجة او السمك المجافع. عندنا النهاردة يا شباب بدي اتكلم على يعني ازاي رتب احداث بتاعة شيء معين. ازاي رتب احداث تحت قصة. ازاي رتب احداث خطوات معينة. سلسل معين. بابدأ عندنا الحواري دايما باول جملة اقول في البداية. وقبل كل شيء يعني. وبعد ما اقول الجملة بتاعتي بقولها عندنا نكست. ثم كزا. بعد كده كزا. افتر بفور اتي مصر عندنا افتر سكول بفور سكول. آآ ات ميد دي ات ميد نايت. كل دي عبارة عن توقيتات. انا بقول اللي بيحصل قبلها او يحصل ايه بعدها. فغالبا ببدأ الجملة بهذه الالفاظ. وابدأ بعدها احط ايه الجملة اللي انا عاوز اقوله. او في الامتحان غالبا السؤال ده بيجي فين? بيجي فيه يقول لك عندنا مسلا يعني صاحبك بيسألك بتعمل ايه? افتر سكول. ببطر اقول له عندنا اللي هو عايز دوت افتر سكول. يقول له اي دو كزا. عايز تزود اقول له اي دو كزا. عايز تزود زين اي دو كزا. آآ تعال نجرب نشو عندنا آآ ازاي نستخدم عزيه الجمل في وصف الاحداث. هنا عندنا. براكراف عن. كندا. من الدول اوروبية تحتفل او دول امريكا الشاملية تحتفل بحاجة اسمها عيد الشكر. فهو هنا بيوصف لنا ماذا يفعل الكنديين اه في يوم عيد الشكر. فهو بيحكي لنا اول حاجة غالبا بيكلوا دي كروبا في اليوم دوت. آآ بيتم اشراءه ثم يطبخ بيلعبه كرة القدمة امريكية او يتفرجوا على مطش ليها. وبعد كده بيروح عندنا مواكب فيها بلونات وفيها عندنا موسيقى. بناكل الطائر اللي احنا اشتريناه وطبخناه. بعدين بيشكروا آآ ربنا على الخيرات الموجودة في حياتهم. واليوم اللي بعد كده بيعطوا طعام او آآ نقود للناس الفقراء. آآ طب في المواقف ممكن يجيب لنا جملة زي كده. صاحبك اسكسيو. فانا عند توقيت او كلمة اتشام من نسيم. ده اقول له. اتشام من نسيم. اي جو اون ابيكنيك. مسلا يعني. مش شرطك لو عندنا جملتين يا شباب. جملة واحدة بتبقى كفاية في الامتحان. تدريب على لسن ثري ان فور. هند اسكس هودا ابوت زا لاست نيو ييرز دي. هند بتسأل هودا على اخر احتفال احتفالتو برأس السنة. هاو دي ديو سربريت زا نيو يير دي لاست اير. احتفالت ازاي برأس السنة في السنة اللي فادت يعني? كان يوم احتفاله ازاي? احنا اول حاجة عملناها نضفنا المنزل. فالبنت سألتها سؤال فكان الرد نيكست وي ديكوريتد وضح ان سألتها سؤال في كلمة نيكست. تب بتعمل اي تاني اللي هو ماذا تفعالي بعد ذلك. تلاقي عندنا تلاقي هو وسؤال كان الرد عندنا كلمة هنا مش يحب. وده خطأ بيقع في الناس كلها هنا معناها يشبه. وضح ان فوق سألتها لها سؤال لها زي عمي سيد. وضح ان فوق تقول لها مين بيزوركو او انتو بتزورو مين? فاحنا قلنا السؤال بقى كده. زورت مين? قلت لها عندنا انا زورت او احنا زورنا قريبنا زي عمي مين سيد. لها مثال يعني بالقريب. مثل ايه سيد. تمنى لها وقت اه افضل عام القادم. فقلت لها طبعا هنا شكرا. سؤال التاني على اللي هو تتابع الاحداث. ازاي نقول الخطوات? يوتي لها فريند what you did last saturday morning. قد التويت هو last saturday ايه مورنين. فانا عايز اجاوب. هبدأ بكلمة last saturday morning. وقول لنا عملت كزا. لاحز ان هنا عندنا السؤال في الماضي. لازم اقول له افعال ايه في الماضي? زي كده. last saturday morning i had my breakfast then i studied. تناولت الفطار وبعد كده زكرت. افريند اسكس يو what you do before and after dinner. تعمل ايه قبل وبعد? العشن. طبعا نفس الكلام التويت عندنا after before dinner. فقول له عندنا كده. before dinner i help it to sit the table. بساعدهم في اعداد الصفرة. and after dinner i wash dishes. بخسل اطبا. او ممكن اقول له عندنا i wash my hands before and after a dinner. a friend of yours asks you what you do اتشم النسيم. كلمة دو هنا مضارع. يبقى هقول له عندنا انا متعود اعمل ايه في المضارع? بقول له عندنا we go to the parkis اتشم ايه النسيم او العكس اتشم النسيم we go to the a parkis. your friend wants to know what you do after you go home from school. التويت هنا ها? after you go home from school. هقول له after i go home from school. ونعمل كما هقول له i do my homework. your friend asks you what you usually do after dinner. بتعمل بعد العشن. وانا بتعود مسلا تفرجة تلفزيون. فقول له after dinner i watch tv. you are asked. انت تسأل how you celebrate مضارع? كيف تحتفل برأس السنة? اقول له عندنا we give a big party or we have a big party at the new year. بنعمل حفلة كبيرة ليلة رأس السنة. هنا general exercise على listen three and four. مونا asked Sarah about what she is going to do in the evening. مونا قبلت سارة هبتسألها هي نوعية تعمل النهاردة مساء نتلاها good afternoon Sarah where are you going this evening? فردت سارة عندنا باجابة فمونا سألت سؤال فكان الانسر اللي جاي مهمة جدا. to meet my father. he is coming from England. واضح ان هي هتقابل بواقها اللي جاي من انجلتولا. وطالما جاي من انجلتولا اكيد جاي فين? جاي طائرة. يبقى المطار. يقف فوقها عندنا تقول لها ايه? ايوة. I'm going to the airport. قد الرد عندنا ليه راح المطار? اللي هي عندنا why are you going there? تلها to meet my father. he is coming from England. فالسؤال اللي جاي اجابته his plane will arrive at ten bm. هنا سألتها معادة الطيارة. يبقى السؤال وفعلي مساعد will. بعدين his plane arrive. when will his plane arrive? تلها I hope he arrived safely. اتمنى ان يصل بامان. فكان الاجابة عندنا طبعا كالعادة. نروح على السؤال التاني هو سؤال الستويش. you tell a friend what you do after school. الطايم فين? after school. هقول بعدها الجملة بتاعتي. وهنا سؤال مضارع. يبقى after school I do my homework. your friend asks you what you do before eating. قبل ما تاكل بتعمل ايه? بقول له عندنا before eating I wash my hands. رازم يراها عندنا شراب في الكتابة. في اول الكلام وفي الوسطوف في اخر الجملة. your friend asks what you do before you go to bed. قبل ما تنام بتعمل ايه? غالبا معظم ويخسل اسنانه يعني. بقول له before I go to bed I brush my teeth. نروح على نوعية تانية من الاسئلة. سؤال choose. وفي الامتحان دايما سؤال choose. بقى مقاسون نص 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 على الجرامر ونص على الشاطئ النهاردة مش حر عشان فيه بريز. في عندنا ناسيم جاي منه. طبعا السمك هنا مفرد والسمك ده بقى مجمد مبني للمجهول يبقى عشان الجملة مضارع عشان كلمة ناوة دي بس. آآ number three in Egypt people use salt on fish to preserve it. السمك بيكون طازة عشان كده الناس بتبدأ تجففه ويتخليه آآ يتحفز الفترة طويلة يعني. بس صح عندنا فريش فش. ميني فوتوز صور كثيرة تأخذ في الاهرامات كل يوم. كل يوم مضارع. والصور جمع. يبقى مضارع وجمع. يعني مواكب زي ما قلنا. بيلبسوا ازياء ملونة. يعني النتائج اللي انت حانات يتم اغبارنا. وي جمع. وي ايه? جمع. يبقى عايزين بيرب تو بي. اه? جمع. ار. وعن تصريف تالي يبقى ايه? ار طول. اخر سؤال عندنا النهاردة. فاللي امتحان بيجيب لك وانت اختار الاسهل. فهنا عندنا اول واحد. والتاني احنا ممكن نقول حاجة واحدة على اتنين. نعتبر ان التالي ده هو شم ايه? النسيم. وبعدنا البراغراف بالشكل ده. شم النسيم. شم النسيم every year in Egypt. دائما بيكون شهر اربعة او شهر ايه خمسة ابريل او ماي. ده يعتبر علامة لبداية الربيع. في هذا اليوم نقوم بقى انشطة كثيرة. نصحة بدري ونزين منازلنا. نستمتع بان احنا نلون ونزين البيض المسلو. ويجو نروح في روزهات مع العائلات. ناكل السمك الملح اللي هو الكسيخ او الرنجة. ويجو نروح في رحلات بالقوارب. كل الناس بتحب تستمتع بالهواء النقي خارج المنازل. كده احنا خلصنا يا شباب. فضلنا عندنا الجزء التالت اللي هو عبارة عن تدريبات عامة وشاملة على الوحدة التالتة ان شاء الله هي الحلقة الجاية. لو عجبك الفيديو ياريت نعمل اشتراك او سبسكرايب وانفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد وياريت نعمل لايك للفيديو. ولو عندك اي اقتراحات او اي كومنت اكتبع عندك تحت الفيديو في التعليقات. وان شاء الله تشوفك على خير. ان شاء الله الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.